لم يعد اللجوء إلى أوروبا مقتصرا على اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم براميل النظام المتفجرة وصواريخ الفراغية فحسب بعدما انتشرت أخبار كثيرة في الآوينة الأخيرة تشير إلى أن ميليشيا الحشد الشعب العراقية خلعوا بدلاتهم العسكرية تمهيدا للالتحاق بصفوف اللاجئين والنازحين رحلتهم بدأت من مكان وانتهت بمكان آخر والمقصود هنا عناصر ميليشيا الحشد الشعبي ممن تركوا العراق بأكمله وتوجهوا نحو أوروبا كلاجئين صور ومقاطع فيديو تداولها عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر العديد من عناصر هذه الميليشيا لحظة وصولهم إلى ألمانيا والنمسا والسويد واليونان واصفين إياهم بالقتل القادمون من ميليشيا الحشد يستخدمون أوراق ثبوتية مزورة تشير إلى أن محل إقامتهم السابقة مدن الموصل والأنبار ومناطق أخرى تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة وذلك بهدف خداع الموظفين الدوليين في منظمة الهجرة والأمم المتحدة بهدف تسهيل حصولهم على الإقامة والمساعدة الإنسانية مستغلين في ذلك حالة الفرار الجماعي للمدنيين في كلا المدينتين مصدر طبي في اللجان المتطوعة في إحدى الجزر اليونانية المستقبلة للمهاجرين كشف أن النسبة الأكبر من المهاجرين ممن وصلوا إلى اليونان هم من مقاتلي ميليشيا الحشد وكثير منهم مصابون إصابات خفيفة في مناطق متفرقة من أجسادهم لافتا إلى أن السوريين لا يشكلون أكثر من 20% منهم فيما قدرت الحكومة الألمانية أن 30% من الذين يسجلون أسماؤهم للحصول على اللجوء في ألمانيا هم من غير السوريين واستندت في ذلك إلى ملاحظات السلطات المشرفة على الوضع وخصوصا الشرطة وهيئة فرونتيكس المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أسباب عدة ربما دفعت بحكومة العبادي إلى تسهيل فرارهم وهجرتهم إلى أوروبا أبرزها الخسائر الكبيرة ضمن صفوف ميليشيا الحشد بالإضافة إلى إحراجهم للحكومة العراقية الحالية أمام الرأي العام العالمي بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين ومحاولة فرض سطوتهم على كل مفاصل الدولة يضاف إلى ذلك رغبة في الفرار من العمليات العسكرية في العراق